ثم يقول كتاب في رومي 12 لا تنتقموا لأنفسكم فالمسيح لم يدعو إلى العنف لا بالأقوال ولا بالأفعال فهو الكامل ومثال الكمال طبيعة المسيح أحباء قدوس بار لم يفعل خطية ولم يعرف خطية وقال وتحدى البشر من منكم يبكتني على خطية فهو كامل الأوصاف هو نور لا تدن منه أي ظلمة وهو التجسيد للحق وهو أيضا التجسيد للمحبة وهو رمز للطهارة وطبعا المحبة الكاملة الذي لم يفعل خطية كامل ولا وجد في فمه مكر الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل رسالة بوترس الأولى إصحاح 2 لاحظ معي المسيح لم يقتل لم يأمر بقتل أي إنسان المسيح لم يعلم الكذب لأنه جاء لينقض أعمال إبليس لأن إبليس هو الكذاب وأبو الكذاب علم المسيح عن عدم الانتقام المسيح لم يشتهي امرأة ولم يزني كانت حياته كاملة علم عن الغفران والمسامحة وعدم الانتقام علم عن المحبة بل جسادها في شخصه المبارك علم عن قيمة النفس الحقيقية والمساواة بين الرجل والمرأة بين العبد والحر أيضا علم بل مارس حياة النعمة والرحمة وإن الدينونة لله في يوم الدينونة علم عن التواضع بتعرفوا أحبائي مرة كان رايح لبلد سامري وأهل السامرة رفضوا دخول المسيح إلى بلدتهم مما أثار غضب يعقوب ويحنى ابناء زبدي أو كما سمهم المسيح ابني الرعد فلما رأى تلميذاء يسوع سألوا قال يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضا فالتفت يسوع لاحظ وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص وبعدين لما دخل يسوع المسيح إلى أورشاليم مكتوب ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا يعني كان شخصية معروفة كان يعني ظنوا أن دخول سياسي كما فعلوا المكابيين لم يدخل على الخيل أو على الحصان لكنه ركب حمار لأنه وديع ومنصور كما يقول عنه الكتاب المقدس عادل ووديع فدخل متواضع لا ليطيح بالإمبراطورية الرومانية مع أن في قدرته أن يفعل هذا ولكن دخل لكي يقدم السلام ولعل أورشاليم ترجع إليه وتتوب كان وديع راكب على أتان وجحش ابن أتان تعرفوا حتى التلاميذ لما في آخر اللحظات كانوا بيتنفسوا على السلطة قال لهم ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين مش من أجل السلطة أو المناصب أو المراتب حتى في بستان جتسماني وبخ بطرس لأنه ضرب بالسيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة وقال رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف فبالسيف يهلكون أتظن أني لا أستطيع أن أطلب من أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون ترجمة نانسي قنقر